أي صار بدأ عندنا التسجيل تمام المحاضرة الفاتحة أو المحاضرة حقيقة اللي فاتح إحنا بدأنا بالواجهة مع الصفرة 3D وقبلها تكلمنا عن عناصر الطريق طبعا والله أستاذ عماد اليوم ممكن يدي إني أسوي إيه تمام صارت ممت فاتكلمنا عن عناصر الطريق بإذن تذكرون بأول محاضرة عناصر اللي تكون من عندها الطريق طبعا بنتسفلو 3D إذا نتكلم إحنا أنه بنقول عناصر الطريق نقصد بيها بالسفلو 3D حتى يكون عندي تصميم لطريقة القاملة بالسفلو 3D وقلنا بدينا بالبوينت البوينتس اللي تيجي عن طريق السيرفي وبعدها بالكالة المحاضرة الأولى وحتى جزء من عندها بالثانية عرفنا شون نستورد النقاط من الملف في الأكسل نجيبهن على السفلو 3D وبعدها نسوي سطح أو نسوي سيرفيس من عنده لأنه إحنا النقاط مثل ما قلنا ما راح نستفاد من أدهم كثير ما نستفاد من بقدر ما راح نستفاد من السطح إحنا قد يكون بعضكم يقول لحد الآن إحنا السطح هذا طبعا هو السطح موجود جدامي الآن بالشاشة هذا ما استفادين منه نعم استفادين منه إذا تذكرون سوينا تحليل بسيط اللي هو تحليل الارتفاعات وشوفنا شون نقدر مثلا نشوف من عنده ندرس المنطقة يعني يسير عندي تحليل بسيط للمنطقة ارتفاعات ومن المنطقة المرتفعة المنطقة المخفضة يعني الـ grade اللي يكون عندي مثلا للطريق مستقبلا هذه كلها شفناها مسبقا وبعدها رحنا على الـ alignment أو المسار الأفقي فإذا إحنا بدينا بالpoints أو بالمصطلح الـ 7-3D اسمه surface طيب بعدها بعد بس وين الpoint والservice ويننا تحليل الـ surface بس اتجهنا إلى الـ alignment أو المسار الأفقي للطريق وقلنا تذكرون حتى إحنا بآخر المخاضرة سوينا مسار أفقي للطريق سوينا مسار أفقي لطريق وقلنا تكلمنا بعض الشيء عن الكيرفات على ما أذكر وتكلمنا أيضا عن موضوع الـ grade لازم ما يتجاوز رقم معين أو ما يكون أقل من رقم معين هذه إن شاء الله اليوم راح نبدي بيها حتى بالمخاضرات الـ هذه اليوم راح نكمل عليها راح نكمل موضوع الـ alignment فأحنا نعيد من البداية حتى يسهل لدينا أيضا شوية إعادة خلي السيرفس فقط طبعا هذه يعني مثل ما يقول الواحد كل واحد على شلون ممكن هو يحل المكان أو شون هو ممكن يعني أي طريقة أسهل للعمل بالنسبة إليه فعلى سبيل مثال أنا بالنسبة إليه بعض الأحيان أسوي السيرفس ماتي ممكن أخلي border only لسهولة الرؤية يعني حتى يسهل لك العملية الرؤية أو ممكن تخلي على control lines هذا الشكل حتى تعرف وين المرتفع وين المنطقة فاطلا ما تجي تسوي الـ alignment على الرغم من أنه إحنا مفرد أصلا دارسين المنطقة قبلها من السطح تمام إلى حد هنا ما عدنا مشكلة راح ننتقل إلى موضوع الـ alignment اللي إحنا حاجينا عنه من المحاضرة السابقة بس اليوم راح نكمل عليه بتفصيل أكثر حتى أسوي المسار عفق للطريق أروح منها على الـ alignment وأسوي alignment creation tool أروح على الخيار alignment creation tools وأضغط عليها راح تظهر لي هاي النابلة تريد من عندي يسألني عن الـ alignment مثلا معلومات عن alignment اللي راح أسوي له creation اللي راح أنشئه فمثلا الـ alignment راح أسوي main road راح أحكي المين مثلا بعد ما كتبت المين يقول لك شنو نوعها هنا الأنواع إذا تشوفون عدنا centerline أكثر مرات لما نشتغل طرق لما نصمم طريق احنا نشتغل على centerline يعني نحط centerline على يمين الشارع مثلا عندك مسارين على يسارة مسارين بعدين يجيك رصيف على يمينة ورصيف أيضا على يسارة يكون متناظر بالاتجاهين فلذلك نختار على الأكثر centerline ولكن الخيارات الأخرى أيضا راح نحتاجها مثلا الأكثر وحدة طبعا الريل هذه اللي خاصة بالقطارات مسار القطارات الـ offset راح نحتاجها بس ممكن ما راح نحتاجها من هنا راح نحتاجها من مكان آخر اللي هو لما نسوي offset هذا إن شاء الله نحاول نشوفها أيضا لذلك الآن أكثر خيار أو دائما الخيار راح يكون على centerline وأكيد نحن مو دائما أنه 100% الموضوع لا طبعا نسأتبه على عملك أنت ممكن أن تحتاج offset مباشرة الـ offset اللي هو مثلا عني عندي طريق مسافة عندي alignment اللي دعي أسويه هو مسافة من centerline center الشارع فأدخل أروح للـ offset بس حاليا إحنا بهذا المثال ما قالتنا إذا نشتغل centerline يعني الطريق راح يكون المسار من center وعلى اليمين وليسار متناطب تماما الـ description هذه تحتاجها تكتبها وما تكتبها يعني كيفك أنت الـ starting station مثل ما تعرفون الطرق الطرق ما تشتغل يعني ما حاجة يقلك مثلا أنا الآن على طول على طول هل قد رقم يسموه إحنا نسمي station أو محطة فمثلا إذا أبدأ بطريق هذه المحطة مادة اللي يسموها الصفر محطة الصفر هنا مثلا محطة العشرين هنا مثلا محطة الأربعين وهنا مثلا محطة الستين فهذا شي سموها هذه سموها station بعض الأحيان يرمزونها STA وبعض الأحيان ST أيضا هذه على كل واحده والطريقة اللي يحب ينفذ بها بالإضافة إلى إذا تشوفون هنا شو يحطون دائما حطون صفر بلاس صفر بلاس حتى يفرقون الآلاف أو الكيلومترات عن غير الكيلومترات عن المترات فبدل ما يكتب صفر يكتبون صفر بلاس ثلاثة سفارة وعشرين مثلا على جميع المثال بلاس ثلاثة سفارة يعني صفرين بلاس بس أمسح هذه صفر بلاس صفر عشرين هذه صفر بلاس صفر أربعين صفر بلاس صفر ستين فالستيشن تين كتب بهذا الشكل يعني هي متعرفة حقيقة يعني السبب من عدها هو ممكن بس حتى يفرق الكيلومترات عن المترات ممكن طبعا بعدها أيضا ممكن هنا تحط بوينت إذا كانت ألزاء من المتر وهنا أيضا بوينت إذا كانت ألزاء من المتر وعلى آخر فهذه نسميها ستيشن فهنا شي يسألني هنا يسألني الستارتينج ستيشن بعض الأحيان أنت الطريق تتكمل على طريق معين فبدل ما هنا طبعا احنا كاتب هو صفر بينما أنت إذا عندك تتكمل على طريق معين أو أصلا الطريق بادي بستيشن مختلفة فهو ممكن ندخلها هنا ممكن يكتب تسعمية على سبيل ثالث يعني يبدأ يبدأ من الرقم تسعمية بس إحنا لأنه طريق نعتبره من الصفر فراح نخليها على الصفر فطريق يبدأ من الصفر تمام نجعله أيضا عندك الجنرال السايت هذه السايت نحتاجها بالطرق أكثر أحيانا ما نحتاجها نحتاج السايت ممكن أن تحتاجها طبعا مو ما تحتاجها السايت نحتاجها بالشغلات الأخرى اللي يدخل بها السيفل ثري دي مثل البارسلز مثل الجريدينج هذه أيضا من ضمن الخواصل اللي موجودة بالسيفل ثري دي وأيضا ممكن الشبكات شبكات الموع والمجاري أيضا هذه مهمة جدا هنا بالطرق نحن ما نحتاجها إلا في حالة كان عندك أكثر من موقع على سيمة مثال أنت تستغل تصميم لمجمع ساكني مثلا مجمع الساكني بمثلا زونات ممكن تسوي سايت وأنه سايت تو وعلى آخره بس بالطريقة العادية أنت ما تحتاجها تخليها عنها نيجي الآن على الستايل الستايل هو الآن إذا سويت أنا مقترح هنا لطريق الطريق راح يكون الستايل ماتا بروبوز طبعا نحن نقول هنا مو معناه هنا مثل ما شفنا بالنقاط وبالسيرفس إذا ضغطت هنا ممكن أعدل أعدل على اللون أعدل على الشكل أعدل على يعني هواية إن شاء الله تعدل عليهم من هذه النافذة على الاسم من بدل ممكن أسميه مثلا بس هذا لأنه الأصل نذكرون نقولنا الستايل سنخلي الأصل دائما ممكن أسوي الستايل أنا خاص بها أروح أضغط على المثلث copy current selection هذا راح أسميه مثلا إحنا اللي قلنا عنها من أحد دورة معناتنا هذا الريد خليها ما عدنا مشكلة بيها هذا الماركر خلي نقول النقاط المهمة هذه أيضا راح نجيها إن شاء الله اللي هي شنسمي نسميها نسميها يعني نقاط التغير أو نقاط اللي بيها يعني على طول مثلا بداية الكيرف نهاية الكيرف نهاية بداية الالايمنت نهاية الالايمنت وإلى آخرين هذه الديسابلي اللي هي راح نسوي بها ممكن أن نغير اللون ممكن أن نطفي أو نشغل الخصائص منها هذه نطفيها ونشغلها وإلى آخرين نحن الآن ما راح نسيف خلونا على البروبوز هذه هنا هذه اللير اللي راح ينخزن بها أو مو ينخزن حلقة اللي راح تأخذ الخصائص مالتها الالايمنت إذا تريد تغيرها طبعا تغيرها منها بس أنا أفضل ولحد الآن أنا ما أغيرها لأنهم حقيقة سفر وثريدي مرتب بشكل بحيث كل عنصر ينخزن بلاير معينة إن شاء الله بس نطلع من هذه أشوفكم اللييرات بس تفتح ملاف سفر وثريدي بحوالي خمسين لير أو أكثر ما أعرف عدد اللييرات هي أصلا موجودة فوتوماتيكيا كل عنصر هو يوديه باللاير الخاصة بها فيفضل تخليها حد ما تواجه مشكلة وإذا تحب تغير طبعا تغيرها منها مثل ما قلنا من هذا هذه لأما تروح على اللير زي أما تختار شوف هذه اللير اللي موجودة باي ديفالت هذي أوتوماتيكيا موجودة بأي ملف سفر وثريدي كل هذي موجودة كل عنصر منعات سفر وثريدي مخليها يربي حيث أوتوماتيكيا يتروح بي فإذا تحب تغيرها تختار منها أو ممكن تسوي الطبقة جديدة منها فعار بالنسبة دائما أفضل أخلي الديفالت وأشتغل نجعل alignment label set اللي هو label أو العناوين اللي راح تكون أو التكست اللي راح تكون موجودة على طول alignment أسا نشوفها ونرجع لهذا الخاص حتى نعرف شنو وشنو خواصة بعدين نرجع لها الآن نروح للـ design criteria هذه أيضا حتشينا بيها المخاضرة السابقة الـ design speed جدد الـ design speed ماتي هذي ليش أنا أسوي هنا الـ design speed إذا ما سويت الـ design speed أو مانطة أكو بعض الشغلات أكو بعض الأخطاء التصميمية مثلا سويت الكيرف أقل من المسموح به السابقة هذه هو مباشرة ينبهك فهذه السرعة التصميمية طبعا أكيد شون هو ينبه ينبه على ضوء عنده table راح نشوفه هالسفة شوية أكو table ما المواصفات جاي من الـ هذا يقول لك مثلا إذا كانت سرعة 100 المفروض الكيرف في حالة المفروض الكيرف رادياس أو نصف قطر الكيرف ما يقل عن كذا رقم وإلى آخر فلذلك السرعة هنا التحديد السرعة هنا مهم فخلونا نسيب مثلا 80 كلمة في الساعة هنا يقول لك أستخدم لك الـ الـ design criteria مال design بالشغل نعم يفضل أنها تكون موجودة الفايل اللي أستخدم إذا تشوفون هذا الفايل اللي هو الآش طبعا يقصد به الآش ورح يستخدم مواصفات الآش 2011 إذا تحب تغيرها على 2018 موجودة داخل البرنامج إذا البرنامج حديث طبعا عندك بعد 2018 تدخل على هذه ثلاث نقاط وتختار من 2018 اللي هو design standards تنطي أوكي قلي شوية كمبر هذه نجي هنا الآن minimum radius table طبعا مثل ما ذكرت قبل شوية هو راح يقارن table فأكون table عدة table مثلا table الـ 4 2 بالمئة الـ 4 بالمئة هذا super elevation طبعا الـ 4 بالمئة أو 2 بالمئة هذا super elevation اللي هو اللي هو يرمز بالـ E هنا فإذا أضغط هنا راح يقول لي ويا شنو تريد تقارن أنت أي table تستخدم فإحنا بما أنه طريقنا ما بي مرتفعات أو ما بي كيرف قوي فالـ 4 بالمئة تكون كافية حاليا طيب كم لين كم مسار مسارين يعني مسارين مثلا على اليمين ومسارين على الهصار هذه الـ اللي هو يقول لك الطريق عدل لو بي كراوند الكراوند اللي هو يصير بي كمبر من الوسط فأكثر الطرق يسوها كراوند فنخليها مثل ما هي الـ design check set use design check set هذه تذكرون بالمحاضرة السابقة لما سوينا اللي من طلعت أن علامة صفراء فهذه إذا نضغط هنا اكو design checks أو فدرولز معينة إذا نضغط على أي وحدة من عدهم يعني نقدر نضيف منها شوف إيه هذه هي هواي تفاصيل أنا متأكد بعض الأحيان قد يكون تختلط عليكم لأنه خيارات بطن خيارات وخيارات هواية بس هذه بالممارسة إن شاء الله كلها تعلموه وكلها تسريع تكون واضحة وإحنا إن شاء الله بخلال هذه الدورة كلها نواضح لكم ويفضل أنه يعني مثل ما قلنا بأول محاضرة أنتم بالوقت فراغ أشتغل على الموضوع حتى إذا عندكم سؤال تسألوني حتى تكون الإجابة سريعة تمام فقلنا هذا ممكن أضيف منا خلنا سوي هنا أقدر أسوي مثلا خلنا نسمي أيضا هذا دزاين اللي هو C7 نجح على الأكسفرش الأكسفرش نشكه هنا أنتو شون اللي تريد تريد تسوي فتشيك دزاين يعني مثلا على سمي خلي ناخذ واحد من هذا length مثلا أقول length ما tangent لازم يساوي أو طبعا هذه الـ functions اللي كلها موجودة يساوي مثلا 500 لا على التعين خلي أكتب 5 C7 هذه دخلت عندي هنا طبعا عندنا نتكلم عن ال-line عندنا نتكلم عن ال-line في حال ترسم line هذا ال-check line رح يشتغل رح أسوي لأد منها سوى لأد الآن إذا رسمت ال-line length مات 700 رح ينطيني رح ينطيني تحذير خلي أعيدها خلي أشيلها خلي أسوي منها new create new رح أسويها أسميها C7 1 مثلا هذه ال-rule أو خلي نسمي ال-rule خلي نسميها length 800 مثلا 700 أو خلينا 700 على الرقم ما نسمي 700 سوى أقول له هنا أقول له length اللي هي هذه length أكبر من 700 700 وهو أسوي له أوكي وأضيفها منها الآن إذا رسمت line من رح نسوي alignment ومن رسم line إذا line أكبر من 700 رح ينطيني علامة تحذيرية مثلث مثلث تحذيري وهذا بنصف علامة تعجب تمام خلي نخلي لهذا شغال line طبعا هنا ممكن أيضا نتسوي على curve ممكن خلي نشوف هذه بالله curve شنو هذا مثلا هذه radius أكبر من 110 ينطيك علامة تحذيرية عندك بعد عندك super elevation super elevation ما بي design checks أو tangent intersections هذه ما رد أدخل بها الآن عندنا خلونا باللعين حتى البقية أنتم تشفوها لأنه إذا أدخل به هنا هواية تفاصيل تاخذ من وقت هواية فخلونا باللعين إحنا سوينا هذه العلامة التحذيرية خلونا نشوف بعدين إن شاء الله لما نرسم ال-alignment شي يسير عندنا فنسوي لأوكي فهذا بالنسبة لـ design checks it راح نقول لأوكي الآن ال-alignment كمال عندنا خلونا نسوي recap شوي سريع أو عادة نطينا اسم ال-alignment نطينا سايت عفنا قلنا ما نحتاج نطينا style سمينا propose وقلنا لأيضا استخدم ال-alignment أو standards أو criteria بال-design ما تكلم الكريتيريا اللي هي من جاية من standards بال-design واستخدم هذا الملف super elevation 4% 2 lane crown roadway وايضا تشيكلي استخدم check set في حالة لدي خطأ فراح نضغط على طبعا بالمناسب اليوم استاذ محسن ما موجود فاني فاتح الزوم على من حسابي يعني فاللي راح يصير شنو راح بعد عشر طايق راح يطفي فنرجع نسوي ندخل من جديد تمام تمام دكتور تمام نعم زي فهذا صار عندنا ال-alignment راح أضغط على أوكي صار عندنا ال-robertism ال-alignment حتى بعد ما رسمنا حسا صار عندي ال-alignment صار عندي بالبعد محفوظ إذا روح هنا alignment center alignment ال-alignment عندي موجود ظهر هنا المين حتى أرسم لازم أستخدم هذه التوز طيب من ضمن التوز اللي حتنا عليها بداية كرسم هو هذا قلنا هذا أول خيار tangent tangent هو خط عدل فقط بدون كير وإذا خلن جرب إذا نضغط عليه هذه فقط نضغط على هذه خلي يطفي ال-snap أبدأ أرسم إذا تشوف راح يصير التقاطع مات طوي تمام هذا length 700 شوف الآن كل لأنه length أقل حقيقة من 700 مو أكثر أقل من 700 فكل صار عندي بمشكلة خلي أرسم واحد أكثر من 700 خلي أشوف نطني نفس الإشارة مثلا نطني نفس الإشارة لأنه أنا سويت يمكن يساوي هذه هس نرجع له الموضوع ال-design check set تمام فهذا شرسم ثاني أرسم هذا صار عندي صار عندي هنا تقاطع قو تقاطع يعني زاوية 90 أو زوايا هذه بطرة مثل ما تعرفون يعني غير جائزة أو غير محبدة خاصة بال-highways وإحنا اتفقنا أنه نتكلم عن-highways من أول يوم اتفقنا نتكلم عن-highways كل المساح تمام شوف الآن صار عندي ال-creation طول نسدت أنا أعدل على هذا أعدل على هذا ال-alignment أين أروح أختار وأروح على ال-geometry editor أضغط على ال-geometry editor طيب أريد أمسح هذن الأجزاء الآن إذا أمسح أي جزء من هذا هذا ال-alignment كل راح ينسح منها لازم أرجع على ال-creation tool وأرجع أسوي النافذ لذي قبل شوية حتى تخلص من هذا الموضوع وهذه يسم delete parts أو sub entity أضغط عليها وأي part أريد أمسح أضغط عليها وأمسح هذا أمسح هذا وهذا 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 الآن نمسح كل الأجزاء عن أرجع وين أرجع أرسم تانجين 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 يعني قصدنا الخط العدل بالتانجين وهو طبعا مماز يعني هو بالترجمة الحرفية بس لما أسوي تانجين يصير آنت كأنه إذا أرسم خطين عدلات مماز بس بين آتين كيرف هذا الكيرف اللي بين آتين أضغط هنا ومن أسوي كيرف ثاني وثالث ورابع وإلى آخرين الآن صار عندي alignment يبدأ ب station يبدأ ب station صفر اللي هي هذي design speed 80 كلمتر بالساعة وينتهي ب station 643 03 هذا alignment خلي أحدف هنا بالكيرف إذا تشوفون نطعنا علامة تحذيرية طبعا هالعلامة تحذيرية صارت فوائي لأنه عدنا موضوع length لازم كان نسويه بالعكس نحن سوينا بسلوب مو صحيح فلذلك صار لدينا هواية بس أنا أريد أركز على إيه هذه هنا بالكيرف شنطا علامة تحذيرية شنو قال عليها يقول هنا ال current radius 24 radius من هذا الكيرف 24 فقط تخلي الموس فقا ينتيك هاي المعلومات المنمم radius 28 فيقل لك يكون عندك بالدزاين checks أيضا violated المنمم radius لازم يكون عندي 280 طبعا هذي المنمم radius من جدي المنمم radius جدي من التابل اللي قلنا عليه التابل اللي قلنا عليه اللي هو راح يسوي اللي أخذنا عدنا كل سوبر ويا تابل يعني سوبر اللي اخترنا احنا أربعة بالمئة أربعة بالمئة ويا تابل كل سرعة لها الها radius معين هذي شون ندخل لها حتى نشوف احنا ممكن هل تغير هني عندي معين انا تغير ها فما رد هاي علامة تحذيرية فاش راح أضغط على ال ال اكونا design criteria editor اضغط علي راح ينطين التابلات الخاص بهذا الموضوع احنا نشتغل ال نفتح ال من نشتغل على المنمم radius table او super elevation اذا نفتح هنا من هذا طبعا ال crown احنا اذا نشتغل على المنمم radius table اللي هي مشكلتنا الان فافتح ال table مات اروح على ال 4% السرعة مات 80 فلازم يكون radius 280 او اكثر طبعا 280 او اكثر هذا موضوع super elevation يعني اتوقع فهمي يعني اللي هو لما يصير عندي طريق لما يصير عندي طريق بكير طريق عدل يمشي فاش راح يصير عندي cross section مات هنا مثلا 2% الميل وهنا ايضا 2% يعني لما نرسمها cross section عندي الطريق لما يكون عدل يكون هذا بس المفروض الطريق يكون عندي بهذا الشكل طبعا هذا الشي اسم شوي مبالغ به خلي امسح يكون عندي بهذا الشكل الطبقة من فوق هذا يسم هذه النقطة يسم الكراون هذه النقطة تمام وهذا السلوب عندي 2% وهذا ايضا 2% باتجاهات متعاكس يعني هذا ممكن يكون بالناقص وهذا يكون بالزائد وإلى آخر هذا مو موضوع نعم 2% بالاتجاه طيب لما يصير عندي كير بهذا الاتجاه مثلا ما راح يصير القوة الطاردة المركزية حتى يقاوم هالشارع يرفعوه يصير بهذا الشكل هذه الكراون كانت الكراون الآن صارت عدلة فيصير مثلا كل الميل هذا يصير 4% هذا ايضا 4% فطبعا هذا نجل خط أفق حتى يصير واضع هذا خط أفق هذا هذا الشارع مالتنا صار الميل مات 4% نتجة الدوران طيب لو كان الدوران بالعكس شو راح يصير الطريق راح يصير الطريق بهذا الشكل هذا الكراون وهذا العفق أو العدل راح يصير بالعكس حتى يقاوم القوة الطاردة المركزية حتى السيارة لا تطلع خارج الشارع طمام فهنا احنا عدنا Emax فاش نحتاج حتى طبعا هذا الموضوع محسوب عن طريق معادلة السوبر اللي هي ما أذكرها على بالي E يساوي يتخل به السرعة وتدخل به الفريكشن أيضا كعنصر يقول لك المنمم راديس أقل شي 180 من يكون أكبر أنت بالساف سايد ما عندك مشكلة يعني السيارة القوة الطاردة المركزية مسيطرة عليها تمام راح يخلص الوقت راح أطف الميتينج ونرجع مباشرة بس أطف أشغالها من جديد تمام ادخلوا من نفس الرابط ارجع ادخلوا من نفس الرابط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر